في الساحات ترفع الرايات وبألوان العراق علم يرفرف وتحمله أياد الثوار لكن أيقونات الثورات وعندما تخطف على يد العبث الذي ينهش جسد الحراك يعزف صداها في قلوب هؤلاء أن يستمروا ثابتين على مطالبهم لطالما أن أيقونات تنطق باسمهم وتقود مسيراتهم ما زالت مخطوفة مغيبة وما هو سجاد العراقي إلا أيقونة هو الآخر خطفوه وخطفوا قبله وهددوا من بعده لم يعرف أين سجاد حتى اليوم وهذا ضرب لجهود تبذل لأجل سيادة القانون وصوت الحكومة الذي لم يتوقف فكانت العمليات الأمنية وما زالت تبحث عن الحراكي سجاد إذن تعود تشرين الصمود وتتزامن عودته مع غياب سجاد وذكر استشهاد وحرق ونهش في قائمة الحريات لكن الصوت مسموع وقد وثقت قناة التغيير بكاميرتها صوت أم سجاد ودخلت بيته فنقلت صوته على لسن أهله أنا أشدهم بأطلاق سراح ولدي المخطوف سجاد العراقي اللي ما إلى أي ذنب ما إلى أي ذنب طالعي طالب بحقوق مشروعة كفلها الدستور أو كفلتها المرجعية لما قالت معركة الفساد أش رس من معركة داعش ما سوى شيء طالب بحقوق عامة طالب بمستشفى مدرسة فتح جسير بخدمات ببناء أشياء تفيدهم تفيد المجتمع الغائب الحاضر في تفاصيل الثورة السلمية تجتمع حروف اسمه اليوم في أفواه المطالبين بعدالة ونزاهة وحرية علة تشرين يلبي صوت المطالبين بوطنهم كامل غير منقوص وبشبابه لا خطف ولا قتل ولا نصف للدم بالمجان الأمال معقودة وجباه الخارجين إلى الشوارع توحد مطالب كل العراق فشماله وجنوبه وبغداده كل من عليه يريد وطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر